بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايكوا يا سنة تانية عاملين ايه يا ربو كلكم تكونوا بخير يا حبيبي النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنشرح مع بعض لسنتو في يونت 8 الدرس التاني للوحدة التامنة وقبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفايل وزر الجرس لي وصلكوا كل جديد ولو عايزين اي حاجة يا حبيبي اكتبوا لي في كومنت النهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس وبعد كده نحل الاسئلة في نفس الفيديو هنشرح الدرس الاول وبعد كده نحل كل الاسئلة اللي جات عالدرس في نفس الفيديو ندخل على الكلمات اول كلمة عندي الطعام فود معنى كده ان كل الكلمات اللي تحت فود كلها طعام كلها طعام ده عنوان للكلمات اللي تحت الطعام فود ف او او دي الطعام فود ف او او دي الطعام فود ياريت يا حباب تقول ورايا لو قلت ورايا بنفس الطريقة صدقوني هتطلعوا من الفيديو حفظيني الكلمة نطق وسبرينج تفاحة أبول ABB LE تفاحة أبول ABB LE بنقسم الكلمة تفاحة أبول ABB LE سمرت التين فج FIG سمرت التين فج FIG سمرت التين فج FIG كسرات نطس N-U-T-S كسرات نطس N-U-T-S كسرات نطس N-U-T-S برتقالة أورانج O-R-A-N-G-E برتقالة أورانج O-R-A-N-G-E برتقالة أورانج O-R-A-N-G-E موزة بنانا B-A-N-A-N-A فيها ثلاثة A B-A-N-A-N-A موزة بنانا موزة بنانا B-A-N-A-N-A ليمونة لمن L-E-M-O-N ليمونة لمن L-E-M-O-N ربيت أفتر مي تفاحة أبول ABB LE تفاحة أبول ABB LE سمرة التين فيج F-I-G سمرة التين فيج F-I-G كسرات ناطس N-U-T-S كسرات ناطس N-U-T-S برتقالة أورانج O-R-A-N-G-E برتقالة أورانج O-R-A-N-G-E موزة بنانا B-A-N-A-N-A موزة بنانا B-A-N-A-N-A ليمونة لمن L-E-M-O-N ليمونة لمن L-E-M-O-N عندي بعد كده language functions وظائف لغوية تتكلم عن السؤال بمعنى هل يوجد للجمع يعني لو عايزة أسأل عن اسم جمع هقول R-N وبعد كده الاسم الجمع احنا عارفيني ان R بتأتي مع الجمع و-S بتأتي مع المفرد النهاردة بنتكلم عن R لو هنسأل عن اسم جمع عايزة أقول هل يوجد أقول R-Z احنا عارفين لو قلنا Z-R معناها هل يوجد كده أنا بعمل جملة عادية لكن لو عايزة أقول هل يوجد بقدم R على Z لما أقول R-Z المعنى كده تغير هل يوجد لكن لو قلنا Z-R معناها يوجد للجمع لو سألت هل R-Z وبعد كده N N معناها أي تأتي في السؤال والجمل المنفية N معناها أي تأتي في السؤال والجمل المنفية لكن ما ينفعش تيجي في الإثبات يعني بتجيش في الجمل المسبتة هي بتأتي في السؤال والجمل المنفية عايزة أكون سؤال أول حاجة هقول R وبعد كده Z وبعد كده N وبعد كده الاسم الجامع اللي أنا بسأل عليه لو عايزة أقول هل يوجد أي تفاح R-Z N أبولز عايزة أقول هل يوجد أي برتقال يبقى لازم أكتب اسم جمع علشان R تأتي مع الجمع طيب لو عايزين نجاوب على السؤال طبعا ده سؤال بيبدأ بفعل مساعد R بنقول عليها فعل مساعد بمعنى هل أي سؤال بيبدأ بفعل مساعد بنجاوب عليه بيس أو نو يس بالإثبات ونو كده في النفي لو هقول يس أول حاجة هكتب يس لو مثلا الاسم اللي أنا بسأل عليه موجود هنبدأ الإجابة بيس وبعد كده بنعمل علامة المقص بنجيب زير الأول وبعد كده R وراها كده احنا خلصنا الإجابة بنقول عليها إجابة مختصرة يس زير R طب لو نو هنكتب نو طبعا بعد يس ونو لازم بنعمل كومة هنعمل نو وبعد كده كومة وبعد كده برضو بنعمل علامة المقص بنجيب زير الأول وبعد كده R بس في النفي لازم نزود إن أبوستروف T نو زير أرنت يبقى لو يس هنقول يس زير R وخلص علي كده لو نو نو زير أرنت لازم نضيف إن أبوستروف T للفعل المساعد لو هنجاوب بنو طيب هنطبق بالعمثلة هنا جايب لي طبعا صورة التين وبقول لي إيه R زير إني فكس ده هستغال على القاعدة هل يوجد أي تين في تين في الصورة طبعا ده تين يبقى كده هنقول إيه هنقول يس وبعد كده بنعمل كومة وبنعمل علامة المقص يعني إيه علامة المقص يعني بنبدل أول كلمتين مع بعض بنجيب زير الأول وبعد كده الفعل المساعد R وراها بنجيب زير وبعد كده R وفي الآخر فلس طب نقطة كده يا حباب احنا خلصنا ليه لإجابة بقول يس زير R يعني نعم يوجد ليه علشان في تين أمامنا في الصورة يس زير R كده جاوبنا بالإثبات يعني نعم يوجد طيب سؤال تاني لو هنجاوب بنو بقول ل هل يوجد أي موز ده موز طبعا لا ده تفاح يبقى أكيد هنقول أول حاجة يعني مفيش موز ونعمل كما ونعمل علامة المقص برضو بنجيب زير الأول وبعد كده R ولما نجاوب بنو لازم نضيف إن أبصرف T يعني لا لا يوجد يعني مفيش موز هل يوجد أي موز نشوف الصفحة اللي بعد كده عندي ده حوار بنجير بوي بقول لي look ask and answer يعني أنظر واسأل وأجب هنا البنوت ديت يسأل الولد بتقوله إيه هل يوجد أي تفاح يلا نبص في الصورة نشوفه في تفاح ولا لأ طبعا في تفاح معنى كده إنه هو هيجاوب بالإثبات رد عليها وقال لها إيه يعني نعم يوجد بتقوله تاني هل يوجد أي تفاح ده السؤال كده بمعنى هل يوجد للجمع وبنسعر عن اسم جمع رد عليها وقال لها إيه يعني نعم يوجد علشان فيه تفاح يا حبيبي في الصورة طيب هنا الصورة التانية برضو البنوتة بتسأل الولد بتقوله إيه are there any fix are there any fix يعني هل يوجد أي تين يلا كده ندور على التين هنا طبعا ما فيش تين في الصورة التانية فأكيد هيقول لها إيه no no there aren't يبقى هنا ما فيش تين في الصورة التانية ده يا حبيبي ما فيش تين فأكيد هيرد عليها وقول لها إيه no there aren't يعني لا لا يوجد are there any fix هل يوجد أي تين رد عليها وقال لها no there aren't يعني لا لا يوجد يلا نحل الأسئلة أول سؤال يا حبيبي match يعني نوصل الكلمة بالصورة بنقرأ الكلمة بنوصلها بالصورة اللي بتدل عليها أول كلمة عندي apple يعني تفاحة liter e هنوصل كلمة apple بliter e تاني كلمة lemon 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 liter a nuts liter d كسرات بنانا موزة liter c orange برتقالة liter b كده وصلنا كل كلمة بالصورة اللي بتدل عليها بعد كده بعد كده look and circle يعني أنظر وضع دائرة بنشوف الكلمة اللي بتعبر عن الصورة بنعمل عليها سيركل دائرة موز يعني bananas الكلمة التانية نعمل عليها سيركل دائرة ليمونة للمونة للمون الكلمة الأولى نعمل عليها سيركل دائرة برتقالة orange الكلمة التانية نعمل عليها سيركل دائرة تين فج الكلمة الأولى نعمل عليها سيركل دائرة نشوف الصفحة اللي بعد كده بقولي write زي مثل glitter اكتب الحرف المواقص في الكلمة او الكلمة عندنا مكسرات nuts n u t s يبقى u برتقالة orange o r a n g e حرف l a ليمونة lemon l e m o n l e تين فج f i g l i بعد كده listen and answer yes or no يعني بنقرأ السؤال او الجملة لو تعبر عن الصورة بنعمل التروف المربع الاول يعني صح نعم لو خطأ بنعمل التروف في المربع التاني معنى كده ان انا اخترت نو يعني الصورة لا تعبر عن السؤال او الجملة بقولي r z n apples هل يوجد اي تفاح طبعا ده تين وليس تفاح يبقى نعمل التروف بس في نو معنى كده ان انا قلت لا اخترت لا يعني مفيش تفاح السؤال التاني r z n nuts هل يوجد اي مكسرات طبعا دي مكسرات يبقى هنعمل الترو في المربع اللي تحت يس يعني صح يعني يوجد مكسرات السؤال التالت r z n lemons هل يوجد اي لمون طبعا ده مش لمون ده موز يبقى اكيد هنعمل الترو بس في نو يعني لا يعني مفيش لمون يعني الصورة لا تعبر عن السؤال يبقى اول واحدة الترو في نو التانية الترو في يس التالتة بعد كده بقول لي رايت زابير يعني اكتب الكلمة طبعا احنا حافظين الكلمات نوت فبالتالي بنكتب كل كلمة بمنتهى السهولة اول كلمة عندي اول صورة موزة موزة يعني بنانا بي اي ان اي ن اي ان اي بريتقالا اورانج او ار اي انجي اي منكسرات ناطس انيو تي اس تين فج اف اي جي كده يا حبيبي انتهينا من شرح الدرس بحال الاسلام اثبتكم فرأيات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا